جزاكم الله خير وأحسن إليكم أخت لنا من الرياض تقولون ألف عرضنا لها قضية في حلقة النظة وفي هذا اللقاء تسأل وتقول في رمضان قبل الماضي كان عندي ارتهاب في الأذن وكان هناك تقرح في الداخل وفي يوم من أيام رمضان وعندما كنت صائمة قمت بحق أذني وإزالة القشور التي بها مما أدى إلى نزول صديد منها وليس بدم هل يؤثر ذلكم على صيامي وبماذا تنصحونني الآن جزاكم الله خير هذا لا يؤثر على صيامك لأنه خارج من أذنك وتتعذين به وخروجه فيه فائدة لك وليس فيه ما يؤثر على الصيام فإذا جرح الإنسان وخرج منه دم أو خرج منه صديد أو قيح من جراحة في بدنه أو في أذنه أو في أي مكان إذا خرج منها قيح أو صديد أو دم من الجسم بغير اختيار هذا الشخص فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه والحمد لله نعم